بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من ولاه أما بعد أعزائي طلاب الصف السادس بمدارس الجامعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اليوم الأستاذ محمد الشامي معلم اللغة العربية للصف السادس بمدارس الجامعة في عرض تقديمي لدرس الصنف اللغوي وهو من المشتقات بعنوان اسم الزمان والمكان للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني أتوقع منك عزيزي الطالب رعاك الله في نهاية شرحنا لدرسنا اليوم أن تكون قادرا على ذكر مفهوم المشتقات توضيح الميزان الصرفي للكلمة معرفة اسم الزمان والمكان وزن اسم الزمان والمكان صياغة اسم الزمان والمكان قبل بداية شرحنا لدرسنا اسم الزمان والمكان أريد منك حفظك الله أن نتذكر سويا تعريف المشتقات فكما درسنا في الفصل الدراسي الأول أن الاشتقاق هو استحداث كلمة أخذا من كلمة أخرى للتعبير بها عن معنى جديد يناسب المعنى الحرفي للكلمة المأخوذ منها ومن المشتقات التي سبق لنا دراستها في الفصل الدراسي الأول اسم الفاعل وهو اسم مشتق يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل واسم المفعول اسم مشتق أيضا يأتي من الفعل الثلاثي على وزن مفعول واسم الآلة وهو اسم مشتق يأتي من الفعل الثلاثي على أوزان عديدة منها مفعلة ومفعال ومفعل وفعال وفعالة وفاعلة وفعول فعلى سبيل المثال الفعل درس اسم الفاعل منه دارس واسم المفعول مدروس والفعل كتب اسم الفاعل منه كاتب واسم المفعول مكتوب الفعل كنسة اسم الآلة منه مكنسة وهو على وزن مفعلا ونقول مكنسة بكسر الميمي وليس مكنسة وهذا خطأ لغوي نقع فيه الفعل باردا اسم الآلة منه مبرد على وزن مفعلا الفعل شراط اسم الآلة منه مشرط على وزن مفعلا وهو من أدوات الطبيب حفظنا الله وإياكم الفعل فتح اسم الآلة منه مفتاح على وزن مفعلا ونقول مفتاح وليس مفتاح بضم الميم وهذا خطأ لغوي فالصواب مفتاح بكسر الميمي الفعل عدى اسم الآلة منه عداد على وزن فعال الفعل سارى اسم الآلة منه سيارة على وزن فعالة الفعل حسب اسم الآلة منه حاسوب على وزن فاعول الفعل رفع اسم الآلة منه رافعة على وزن فاعلة وبعد أن راجعنا المشتقات التي سبق لنا دراستها نريد أيضا مراجعة الميزان الصرفي فالميزان الصرفي هو طريقة لوزن الكلمات في اللغة العربية وقد اختار العلماء كلمة فعالة لتكون ميزانا صرفيا حيث إن الفاء تقابل الحرف الأول والعين تقابل الحرف الثاني واللام تقابل الحرف الثالث وما زاد على الكلمة يزاد في الميزان ركز معي حفظك الله في فاء الكلمة وعينها ولامها لأن ذلك سوف نذكره مرة أخرى في درسنا اليوم فالفعل دارسا على وزني فاعلا وهنا نقول إن فاء الفعل حرف الدال وعين الفعل حرف الراء ولام الفعل حرف السين وهنا نذهب إلى اسم الزمان واسم المكان فاسم الزمان من هذا الاسم نفكر سويا بارك الله فيك في تعريفه ومفهومه أحسنت حفظك الله هو اسم مشتق للدلالة على زمان حدوث الفعل يدل على الزمن الذي حدث فيه الفعل واسم المكان هو اسم مشتق أيضا للدلالة على مكان حدوث الفعل اسم الزمان والمكان يصاغان على وزنين مفعل بفتح العين ومفعل بكسر العين يصاغان أي يأتيان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين في ثلاثة مواضع أولها إذا كان الفعل مفتوح العين في المضارع فالفعل الماضي ذهب الفعل المضارع منه يذهب انظر إلى حرف الهاء وهو عين الفعلي تجد أن عين الفعل وهي حرف الهاء مفتوحة في المضارع لذا اسم الزمان والمكان منه مذهب إذا كان الفعل ثاني المواضع إذا كان الفعل مضموم العين في المضارع فالفعل الماضي ساكنا الفعل المضارع منه يسكن الكاف هي عين الفعل مضمومة تجد أن عين الفعل هي حرف الكاف مضمومة في المضارع لذا اسم الزمان والمكان منه هو مسكن ثالث المواضع التي يأتي منها اسم الزمان والمكان على وزن مفعل إذا كان الفعل معتل اللام أي الحرف الأخير فالفعل الماضي لها تجد أن لام الفعل هي حرف الألف وهو حرف علة وقد علمنا سابقا في الفصل الدراسي الأول أن حروف العلة ثلاثة حروف هي الواو والألف والياء وهنا نعود إلى الفعل لها نجد أن لامه حرف علة لذا اسم الزمان والمكان منه هو ملها اسم الزمان والمكان يصاغان على وزن مفعل يأتيان من الثلاث على وزن مفعل إذا كان الفعل مكسور العين في المضارع هذا أول المواضع فالفعل هبط الفعل المضارع منه يهبط الباء هي عين الفعل تجد أن عين الفعل هي حرف الباء مكسورة في المضارع لذا اسم الزمان والمكان منه هو مهبط إذا كان الفعل معتل الفاء فالفعل الماضي وعدا فاء الفعل أي الحرف الأول تجد أن الواو حرف علة من حروف العلة الفعل وعدا فاءه حرف الواو وهي حرف علة لذا اسم الزمان والمكان منه هو موعد ركز معي حفظك الله في اسم الزمان والمكان هما اسمان مكونان من أربعة أحرف من الفعل الثلاثي من الفعل الثلاثي اسمان مكونان من أربعة أحرف مكون كل منهما من أربعة أحرف ويبدأ كل منهما بميم مفتوحة اسم الزمان والمكان أوله ميم مفتوحة وعند حذف الميم نجد الفعل الماضي فمسكن عند حذف الميم نجد أن الفعل الماضي سكن اسم الزمان والمكان يصاغان من غير الثلاثي وهو الفعل الزائد على ثلاثة أحرف وعلمنا أنه قد يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أي الفعل من أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف يصاغان من غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع أي نأتي بالفعل المضارع ثم نبدل حرف المضارعة وحروف المضارعة كما علمنا هي أربعة أحرف وهي مجموعة في كلمة نأتي فالنون حرف مضارعة حرف مضارعة نقول ذهب نذهب والهمزة أذهب الهمزة وليست الألف حفظك الله والياء نقول يذهب والتاء نقول تذهب فاسم الزمان والمكان يصاغان من غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره فالفعل الماضي على سبيل المثال استخرج الفعل المضارع منه يستخرج واسم الزمان والمكان نبدل حرف المضارعة الياء نبدله ميم مضمومة نقول مو ونفتح ما قبل آخره وهو حرف الراء فنقول مستخرج اسم الزمان والمكان يفرق بينهما سياق الجملة من سياق الجملة نحدد هل هذه الكلمة اسم زمان أو اسم مكان فعلى سبيل المثال ركز معي مكة المكرمة مهبط الوحي مهبط الطائرة عصرا ركز معي في كلمة مهبط وردت في الجملتين جاءت في الجملتين في الجملة الأولى دلت على مكان نزول الفعل فهي اسم مكان وفي الجملة الثانية دلت على زمان هبوط الطائرة فهي اسم زمان مثال آخر مسكن الطيور إلى أعشاشها ليلا ممتاز حفظك الله اسم الزمان هنا مسكن لأنها دلت على زمان سكن الطيور إلى أعشاشها وهو الليل بيتنا مسكن واسع أحسنت حفظك الله مسكن في الجملة الثانية دلت على مكان السكن وهو بيتنا هيا بنا لنذهب إلى الكتاب المدرسي صفحة 165 165 في الأمثلة أدى الأب الصلاة في المسجد ثم عاد وجلس مع الأسرة في المجلس وروا لأبنائه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم أن مولده في شهر ربيع الأول هنا نتوقف قليلا عند قيمة ضمنية فإذا سمعت اسم النبي محمد لا بد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم نلاحظ نعود مرة أخرى إلى الأمثلة نلاحظ أن الأسماء المظللة بالأصفر مشتقة من الفعل الماضي المسجد مشتق من الفعل سجد والمجلس مشتق من الفعل جلس ومولد مشتق من الفعل ولد بزيادة ميم مفتوحة على حروف العلة وبتأمل معناها نجد أن هذه الكلمات المسجد دلت على مكان الصلاة والمجلس دلت على مكان جلوس الأب مع الأسرة وكلمة مولد دلت على زمن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمات المجلس والمسجد هما اسم اسماني للمكان ومولد اسم زمان أعلمنا كما قلنا في مقدمة الدرس وكما درسنا في الفصل الدراسي الأول أن اللغة العربية تضم العديد من المشتقات التي صيغت للتعبير عن معنى محدد نريد منك حفظك الله وزن هذه الكلمات فهذه الكلمات كما سبق أن عرفنا بها في مقدمة شرحنا كاتب زن الكلمة وزن الكلمة نجد أن كاتب على وزن فاعل فهي اسم فاعل ووزنه فاعل ومعلوم اسم مفعول على وزن مفعول ومكنسة اسم آلة على وزن مفعالة وانتغار اسم وانتغار مصدر لفعل خماسي من الفعل انتظر فهي مصدر خماسي للفعل انتظر على وزن افتعال وانظر معي ركز معي في قولي وانتغار فالهمزة همزة وصل لا تكتب ألفا لا تكتب همزة تحتها فالهمزة همزة وصل كما درسنا في الفصل الدراسي الأول ماذا نسمي المكان الذي ندرس فيه يسمى مدرسة والزمان الذي تشرق فيه الشمس يسمى مشرق والمكان الذي نسكن فيه يسمى مسكن والزمان الذي تغرب فيه الشمس يسمى مغرب هذه الكلمات مدرسة على وزن مفعل ومشرق على وزن مفعل ومسكن على وزن مفعل ومغرب على وزن مفعل فالكلمات السابقة مدرسة ومشرق ومسكن ومغرب جاءت على وزنين مختلفين هما مفعل ومفعل فالدراسة حدث جرى في مكان محدد هو المدرسة لذلك تسمى اسم مكان المثال الثاني مبدأ سباق الدراجات الطائف أي المكان الذي بدأ فيه السباق فمبدأ اسم مكان مبدأ العام الهجري شهر المحرم أي الزمان الذي يبدأ فيه العام الهجري فمبدأ هنا اسم زمان كما قلت يفرق بينهما سياق الجملة كلمة مبدأ وردت في جملتين مختلفتين مرة للزمان ومرة للمكان على حسب معنى الجملة وسياقها مبدأ على وزن مفعل دلت في الجملة الأولى على مكان أحسنت حفظك الله بداية السباق وفي الجملة الثانية دلت على زمان بداية العام الدراسي من السهل لنا من الميسور الوصول للدلالات بتعبيرات أخرى ولكن لن تبلغ في الإيجاز مبلغ اسم الزمان والمكان كما قلنا في مقدمة شرحنا ومن سياق الجملة نحدد هل هذه الكلمة اسم زمان أو اسم مكان هيا بنا لنستخرج اسم الزمان والمكان من الجمل الآتية ركز قلنا سابقا أن اسم الزمان والمكان يبدأان بميم مفتوحة الأربطة ملجأ المسنين المحتاجين تجد أن كلمة ملجأ هي التي بدأت بميم مفتوحة فهنا ملجأ دلت على مكان فهي اسم مكان على وزن مفعل فعله لجأ والمضارع يلجأ أقفل الحارس باب مكتب المدير تجد أن الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة هي مكتب فمكتب اسم مكان على وزن مفعل فعله الماضي كتب والمضارع يكتب جاءت على مفعل لأنه مضموم العين حرف الت ذهبت إلى المدرسة لأتعلم ذهبت إلى المدرسة الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة بعد حذف أل تجد مدرسة بدأت بميم مفتوحة فمدرسة اسم مكان على وزن مفعل من الفعل كتب والمضارع من الفعل درس والمضارع يدرس مضموم العين حرف الرأي في المضارع استحب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشيخ اليهودي إلى منزله وأكرمه تجد أن الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة هي أحسنت بارك الله فيك منزل على وزن مفعل بكسر العين من الفعل نزل والمضارع منه ينزل مكسور العين حرف الزاي في المضارع وهنا نقف عند قيمة ضمنية أخرى وهي أن الإسلام دين عظيم حرص على الإحسان إلى المسنين من المسلمين وغير المسلمين وغير المسلمين جلس الجد بين أحفاده في المجلس أحسنت حفظك الله ممتاز المجلس هي الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة فهي مجلس اسم مكان على وزن مفعل الفعل الماضي منه جلس والمضارع يجلس مكسور العين حرف اللامي في المضارع المجموعة جيم استيقظت قبل مطلع الشمس تجد أن مطلع هي الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة فهي اسم زمان على وزن مفعل فعله الماضي طلع والمضارع يطلع فهو مفتوح العين في المضارع وعين الفعل هنا هي حرف اللام منضج الطعام بعد ساعتين تجد أن الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة هي كلمة ممتاز منضج فمنضج اسم الزمان وزنه مفعل فعله نضج ينضج مضموم العين حرف الضادي في المضارع مرجع والدي من السفر بعد يومين الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة هي مرجع فهي اسم زمان على وزن مفعل لأن الماضي منه رجع يرجع منبت العشب فصل الربيع تجد أن الكلمة التي بدأت بميم مفتوحة هي منبت مفتوح منبت على وزن مفعل وفعلها الماضي نبت والمضارع ينبت وهنا لنا وقفة عند كلمة منبت القياس أي القاعدة منبت على وزن مفعل والماضي نبت والمضارع ينبت فالقياس القاعدة القاعدة أن يأتي اسم الزمان والمكان على منبت مفعل وكلاهما صحيح في التعبير نستنتج مما سبق أن اسمي الزمان والمكان مأخوذان من الفعل للدلالة على زمان وقوعه أو مكانه على وزن مفعل كما سبق لنا في التفصيل في الشرح إذا كانت عين الفعل مفتوحة في المضارع مثل يذهب مذهب أو مضمومة يأكل مأكل أو معتل اللام أي الحرف الأخير يلهو ملها ويأتيان على وزن مفعل بكسر العين إذا كانت عين الفعل المضارع مكسورة ينزل منزل أوفاؤه أي الحرف الأول وثق يثق موثق أملأ الفراغات الآتية بالمشتقات المطلوبة من الفعل كتب فالفعل كتب اسم الفاعل منه كاتب على وزن فاعل والفعل كتب اسم المفعول منه مكتوب على وزن مفعول والفعل كتب المصدر منه كتابة أتى على وزن فعالة كما درسنا في درس المصادر في الوحدة السابقة إذا دل الفعل على مهنة حرفة يأتي على وزن فعالة كتب كتابة صنع صناعة زرع زراعة تجر تجارة وكتب اسم الزمان والمكان منه مكتب نتذكر أن اسم الزمان والمكان اسمان مكون كل منهما من أربعة أحرف كما سبق أن ذكرنا ويبدأ بميم مفتوحة وعلامته أننا عند حذف الميم نجد فعلا ماضيا اسم الزمان والمكان اسم المكان أكثر استخداما في اللغة العربية من اسم الزمان ركز معي حفظك الله في هذه الجمل مسعى الحجاج بين الصفا والمروة كلمة مسعى دلت على مكان سعي الحجاج فمسعى هنا اسم مكان الصباح مسعى الناس إلى العمل كلمة مسعى هنا دلت على زمن خروج الناس إلى العمل وهو الصباح فمسعى في الجملة الثانية اسم زمان مكة المكرمة مهبط الوحي فكلمة مهبط دلت على زمن على مكان هبوط الوحي عفوا دلت على مكان هبوط الوحي وهو مكة المكرمة مهبط طائرة الحجاج فجر اليوم فكلمة مهبط هنا دلت على زمن هبوط الطائرة الفرق بين الكلمتين الملونتين باللون الأحمر أن كلمة مسعى اسم مكان دلت على مكان السعي في الجملة الأولى واسم زمان دلت على زمن سعي الناس للعمل في الجملة الثانية ومهبط اسم مكان لأنها دلت على مكان نزول الوحي في الجملة الأولى مكة المكرمة مهبط الوحي ومهبط اسم زمان دلت على زمان هبوط طائرة الحجاج في الجملة الثانية ثالثا ذكر الأب لهم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيعين الأول وردت كلمة مولد في الجملة السابقة اسم زمان أكمل الجملة الآتية وأجعلها اسم مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فهنا جاءت كلمة مولد لتدل على مكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أضع بدل الفعل في الجمل الآتية اسم زمان أو اسم مكان مناسبين بعد حذف ما آراه لازما مستعينا بالمثال في الطائف تسكن أسرتنا الطائف مسكن أسرتنا النادي يلتقي فيه الطلاب أحسن تحفظك الله اسم الزمان والمكان يأتيان من الأفعال فوق الثلاثية على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره فجمع تأتي على مجمع والتقى ملتقى فهنا النادي يلتقي إذن النادي ملتقى الطلاب اسم مكان الحصن يلجأ إليه الجيش أحسنت حفظك الله ملجأ الحصن ملجأ الجيش اسم مكان أيضا أي مكان اللجوء الربيع تنبت فيه الأزهار الربيع منبت الأزهار ومنبت اسم زمان هنا دلت على زمن الزمن الذي نبتت فيه الأزهار صحراؤنا نستخرج منها المعادن فنقول صحراؤنا مستخرج المعادن وكلمة مستخرج هنا أتت من اسم مكان من فعل غير ثلاثي في الفجر تهبط طائرة الحجاج فهنا نقول الفجر مهبط اسم زمان دلت على زمن هبط الطائرة الفجر مهبط طائرة الحجاج إذا نظرنا إلى الصور أكتب تحت كل صورة اسم المكان المناسب لها فإذا نظرنا إلى الصورة نجد أن الموجود أمامنا هو مستقبل وهذا المكان مطبخ وهذا المكان هو مسرح وهذا مرفأ وهذا ملعب أتعلم وأتسلى عندما نصل إثنان ضرب سبعة نجد حرف الميم وأربعة ضرب تسعة نجد حرف السين وثلاثة ضرب ثمانية نجد حرف التأ وثلاثة ضرب سبعة نجد حرف الواو وخمسة ضرب تسعة نجد حرف الدال وأربعة ضرب ستة نجد حرف العين أوجد القيمة لأعرف اسم المكان هذا مستودع الكتب فالكتب غذاء العقول وهذه قيمة ضمنية أخرى نتعلمها في هذا الدرس فكثرة القراءة تزيد من معلوماتنا ومعارفنا فأكثر حفظك الله من العلم واحرص على القراءة لتزداد علما ومعرفة نستخرج اسم الزمان والمكان ونبين وزنه وسبب مجيئه على هذا الوزن قال تعالى في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر في الحديث عن ليلة القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن نكون من المقبولين المغفور ذنوبهم فيه فنجد أن كلمة مطلع اسم زمان على وزن مفعل وجاء على هذا الوزن لأنه مفتوح العين في المضارع من الفعل يطلع على وزن يفعل قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فكلمة موعد اسم زمان على وزن مفعل وجاء على هذا الوزن لأن الفعل معتل الفاء الحرف الأول حرف الواو حرف علة وعد على وزن فعل قال تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون تجد أن كلمة مأوى اسم مكان على وزن مفعل وجاء على هذا الوزن لأنه معتل اللام الفعل أوى الحرف الأخير منه حرف اللام حرف الألف المقصورة على وزن فعل أصوغ اسم المكان من الأفعال الآتية طار اسم المكان مطار صنع اسم المكان مصنع رسم اسم المكان مرسم مرسم بفتح الميم وليس بكسرها حكم اسم المكان محكمة جمع مجمع عبر معبر أصنف أسماء الزمان والمكان في الجمل الآتية وفق الجدول أجر العامل تجربته في المعمل تجد أن كلمة المعمل اسم مكان اجتمع الحجاج في موسم الحج تجد أن كلمة موسم اسم زمان موعد المؤتمر الشهر القادم في مدينة الرياض تجد أن كلمة موعد اسم زمان زمن تناولت وجبة العشاء في مطعم فاخر كلمة مطعم اسم اسم مكان أي المكان الذي تناولت فيه الوجبة العشاء يدافع المحامي عن موكله في المحكمة يوم غد كلمة المحكمة اسم اسم زمان لأنها دلت على زمن الدفاع مرجع الرجل الرجل من رحلته يوم الخميس فكلمة مرجع اسم زمان دلت على زمن الرجوع كان مولد أختي الصغرى الشهر الماضي فمولد اسم زمان وهنا نأخذ قيمة ضمنية أخرى في أننا نعطف على الصغار ونرحمهم ونكون ونكون بهم رحماء اشتريت من المشتل غرسة ورد صغيرة تجد أن كلمة المشتل اسم مكان أي المكان الذي اشتريت منه الوردة أسماء الزمان أسماء المكان معمل على وزن مفعل ومطعم على وزن مفعل ومشتل على وزن مفعل أسماء الزمان موسم على وزن مفعل وموعد على وزن مفعل ومحكمة على وزن مفعل ومرجع على وزن مفعل ومولد على وزن مفعل رابعا طلب منك صديق أجنبي أن تختار له مواقع سياحية في وطنك المملكة العربية السعودية ليقوم بزيارتها فاقترحت عليه ما رأيته مناسبا اكتب فقرة تبين أسباب اختيارك موظفا أي مستخدما ما أمكن من اسمي الزمان والمكان مع وضع علامات الترقيم أي جملة وأي عبارات تذكرها بأماكن سياحية في المملكة العربية السعودية موظفا فيها ومستخدما فيها اسمي الزمان والمكان تعبيرك صحيح إن شاء الله حفظك الله وبارك الله فيك وعلى سبيل المثال تحتل المملكة العربية السعودية موقعا فريدا فهي ملتقى ومقصد المسلمين من كل أنحاء العالم ففيها مكة المكرمة مولد النبي كريم صلى الله عليه وسلم وفيها البيت الحرام ملجأ الحجاج من كل مكان وهي وهي مأوى الأفئدة لأنها مهبط الوحي ومستودع الذكريات العظيمة تجد أن كلمة موقعا وملتقى ومقصد ومولد وملجأ ومهوى ومهبط ومستودع هي اسماء الزمان أو المكان فكلمة موقعا موقع هي اسم مكان وملتقى هي اسم مكان ومقصد هي اسم مكان وكلمة مولد اسم مكان وملجأ اسم مكان ومأوى اسم مكان مهبط الوحي أي زمن هبوط الوحي أي مكان هبوط الوحي في اسم مكان تجد أن موقعا على وزن مفعلا وملتقى على وزن مفتعل ومقصد على وزن مفعل ومولد على وزن مفعل وملجأ على وزن مفعل ومأوى على وزن مفعل ومهبط على وزن مفعل ومستودع على وزن مستفعل نعتذر حفظكم الله عن أن الحروف كتبت مفرقة فهذه نسخة اختلاف نسخة الورد من جهاز إلى جهاز آخر هي التي جعلت هذه الكلمات تكتب مفرقة هكذا إلى هنا حفظكم الله نكون قد انتهينا من شرح اسم الزمان والمكان نسأل الله العظيم أن يوفقكم ويبارك فيكم ويزيدكم علما وإلى لقاء قريب في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته